على صعيد المتصل أصدر غبطة بطريارك المدينة المقدسة في أوفلوس الثالث بيانا حول الوضع في أوكرانيا جاء فيه بخالص التعاطفي نتابع الأزمة القائمة منذ الأيام الأخيرة في أوكرانيا ونقف بقلق عميق على المعاناة الإنسانية لجميع إخوتنا وأخواتنا في المسيح وأضاف إن أقوى قوة للمسيح هي الصلاة ولذلك ندعو مع باقي رؤساء الكنائس في العالم جميع المسيحيين للانضمام للصلاة من أجل عالمنا ومن أجل الشعب الأوكراني وأردف قائلا هنا في القدس نرفع صلواتنا من مكان صلب وقيامة ربنا يسوع المسيح لكي يمنح الله الحكمة والشجاعة لجميع القادة والجهات المانية عسى أن ينير الرب عقولهم في البحث عن الحوار والوحدة والسلام